في الموجة التانية ركبت 25 يناير جامعة الإخوان على ظهر الشعب المصري جاءت 30 يونيو عشان تصلح 25 عشان تصلح اللي عملوه الإخوان الحزب الوطني عايز يركب ظهر الشعب المصري تاني ويرجع للحكم تاني لكن احنا بغل نحذر من ثورة تالتة لو رجعوا فيه للحزب الوطني مرة أخرى للمشهد السياسي والشعب كله مش هيقبل الكلام ده دول يجب تضرب على قديهم من حديد على هؤلاء وكان يجب أن الصورة تكون صورة دموية لتصفية هؤلاء تضرب عليهم أصدر أحكام القضائية مصر بص حبيدك مصر لا تستطع لا تتسع للإرهابيين جماعة الإخوان وللفاسدين ومصص الدماء اللي مصوا دم الشعب المصري والفاسدين والمفسدين اللي عايزين اللي نهبوا مصر على مدار 30 سنة ورقعوها وأضعوا قيمتها وقيمها وجرفوا الحياة السياسية ولن يقبل الشعب المصري منهم مجرد شرف المحاولة مرة أخرى مجرد شرف المحاولة مرة أخرى الصندوق والحكم إنهم يحاولوا الشعب طبعا لن يقبل الشعب والحكم خلاص هو بيقولك اسقطنا بصندوق الشعب والحكم تلت مجموعة لحزب الوطني نوابه كانوا مصنفين على شوية تصنيف صغير كده واحد نواب الكبرهات اتنين نواب السيديهات تلتة نواب القروض أربعة نواب سميحة خمسة نواب الجيش الجيش ستة نواب المخدرات سبعة نواب العلاج على رافة الدولة تمانية نواب التأشيرات تسعة نواب سيد قراره اللي كانوا بيعصفوا بالدستور وبالقانون وأحكام المحاكم ما كناش عملنا استجوارات ما كناش حاربنا الفساد في عضايا كياس الدم وحاربنا بيع الأراضي المعامل الأولية بيقولنا ستة وتراتين مليار ده عدد قليل جدا نتيجة بيعه كنا بتشغلين بعواد بع أرضه قطاع العام كله بدمر قطاع العام كله بدمروه عادي الاقطاع مرة أخرى لقى دلوقتي كان النائب اللي عنده عشر تلاف واللي عنده عشرين ألف فدان واللي عنده سبعة وتلاتين ألف فدان النهاردة النواب اللي نهبوا البلد اللي ساكتوا على تصدير الغاز لإسرائيل حد شفيهم فدح بوقه اللي باعوا المنجم الدهب بتاع السكاني بخمس تلاف دولار طلعوا قانون طيب بس انت حاسب الناس بشكل فردي يعني لماذا تحاسب تضع الجميع في نفس المظام يا قدم الحزب الوطني لم يكن مبنى وطوب وبواب وشبابيك حزب الوطني ده كيان معنوي كل من انضم التزوير اللي اتعمل في الانتخابات ده مصر طلعت الأولى في العالم ودخل جينيز ريكورد نتيجة ان هما مميزين في تزوير الانتخابات ترجمة نانسي قنقر